أود أن أوضح بشكل كبير أن الولايات المتحدة تقف جنبا إلى جنب مع الشريك التركي ونحن ندعمكم طبعا بشكل كبير وواسع كما قلت في تصريح هذا اليوم هذه المحاولة الإنقلابية لم تكن فقط هجوما على شخصكم أو على الحكومة ولكن كان اعتداءا وكان هجوما على الشعب التركي وعلى القيم التي تمثلها تركيا كانت خيانة عظمى من قبل مجموعة صغيرة إنقلابية كان بالإحراء بها أن تدافع عن قيمة دموقراطية وأن تدافع عن حقوق الشعب التركي نحن وقفنا إلى جانبكم ونستمر في الوقوف إلى جانبكم نحن حلفائكم والشعب الأمريكي يقفوا إلى جانبكم ويعبروا لكم عن تضامنه المطلق ورأينا عندما تدخلتم للحديث لشعبكم عبر الإنترنت لست متأكدا أي منصة كانت ولكن أتذكر عندما دعوت شعب تركي للخروج ونزول إلى الشارع وعدم الاستسلام للإرهابيين دعوت شعبك للنزول إلى الشارع من أجل الدفاع عن مكتسباته والدفاع عن الديموقراطية التي ضحى من أجلها بشكل كبير ولي فترات طويلة ورأينا كيف نزل الشعب التركي بتلقائية إلى الشارع وكما قلت قبل قليل فنحن لا يمكننا أن نتسور كيف أن طائرات كان بالأحراب أن تدافع عن حدود تركية وطائرات هليكوبتر كان الأحراب أن تحمي الشعب التركي تقوم بقصف مباني حكومية ورسمية من ضمنها ببناء البرلمان هذا شيء صادم ورأينا أيضا الشعب التركي والمواطنين الأتراك يدعون أجسادهم أمام الآليات العسكرية وأمام الدبابات إنهم كانوا يضحون بأنفسهم من أجل الديموقراطية